اشتركوا في القناة في القاهرة طالبا سيادته نقل تحياته الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكران ومؤكدا عمق العلاقات المصرية الفرنسية لا سيما من خلال تعاون الوثيق القائم بين البلدين على المستويين العسكري والامني مع الاعراب عن التطلع الى تطوير هذا التعاون خلال الفترة المقبلة وكذلك الاستمرار في التنصيق والتشاور الثنائي المكثف ازاء القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعامل معها من جانبها اعربت السيدة بارلي عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس مجددا ناقلة تحيات رئيس ماكران الى سيادته ومؤكدة الاهمية التي توليها بلادها لتعزيز التنصيق وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين البلدين على كافة الاصعيدة بما في ذلك على المستويين العسكري والامني خاصة في ظل ما تمثله مصر من دعامة رئيسية للامن والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد فولفغانك سوبوتكا رئيس البرلمان النمسوي وذلك بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وكذلك السفير النمسوي بالقاهرة وقد رحب السيد الرئيس بالسيد سوبوتكا في مصر طالبا سيادته نقل تحياته الى المستشار النمسوي سيباستيان كورتز ومعربا عن التقدير للحفاوة والمناقشات البناءة التي جرت في مقر البرلمان النمسوي خلال زيارة سيادته الى النمسا في ديسمبر من عام 2018 والتي عكس التمييز علاقات الصداقة التي تجمع البلدين كما أكد السيد الرئيس الحرص على التواصل المستمر مع المستشار النمسوي لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول أهم القضايا الإقليمية في الإطار الأورو متوسطية معربا سيادته في هذا الصدد عن التطلع لمواصلة الارتقاء بالتعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة خاصة على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تبادل الخبرات والزيارات بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين من جانبه نقل رئيس البرلمان النمسوي تحيات المستشار كيرتز إلى السيد الرئيس معربا عن التشرف بلقاء سيادته ومشيرا إلى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وحرص النمسا على تعزيز الشراكة بينهما في مختلف المجالات وكذلك دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والتي تشهد طفرة كبيرة وملحوظة خلال الفترة الأخيرة خاصة على صعيد الإصلاح الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر